اشتركوا في القناة والرئيس الاعلى للجامعة والى سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد بمناسبة احتفالات المملكة بمرور مئة عام على بدء التعليم النظامي في مملكة البحرين وكذلك على بدء العام الجامعي 2019-2020 دائيا الله عز وجل ان تبقى مملكة البحرين سباقة بانجازاتها وفي الصدار دائما وهي ترفل بثوب العز والمنعة مشيدا بالدعم الذي تلقاه جامعة البحرين من لدن القيادة الحكيمة حفظها الله ورعاها هذا وقد اطلع مجلس الامناء خلال الاجتماع على التقارير السنوية لجامعة البحرين التي رصدت واقع الجامعة وانجازاتها وابرز الفرص والتحديات امامها خلال العام الجامعي 2018-2019 واستمع المجلس الى اجاز قدمه رئيس الجامعة بين فيه الواقع الاكاديمي والاداري والمالي للجامعة اضافة الى ما تقوم به بشأن الخطة التطويرية 2019-2029 واطلع لما ابرزته التقارير بشأن ما احرزته الجامعة من تقدم غير مسبوق في ملف التصنيف الدولي على الصعيد المحلي والعربي والدولي واطلع المجلس كذلك على الجهود الحذيثة التي تبذلها الجامعة لتنشيط البحث العلمي والنهوض به من خلال خطوات متعددة وقدم المجلس التهنئة للجامعة والقائمين على نيل عدد من برامج كلية العلوم للاعتماد الدولي من مؤسسة أسين الألمانية كما وجه المجلس الى ان يستمر العمل لاستكمال الحصول على الاعتمادات الدولية لجميع برامج الجامعة وخلال الاجتماع قرى مجلس الامناء المسمى الجديد لكلية العلوم الصحية حيث اصبح المسمى الجديد للكلية هو كلية العلوم الصحية والرياضية وفقا لما هو متبع عالميا في الكليات التي تطرح برامج ممثلة وقد كلف المجلس الجامعة بأعداد مقترح يتضمن طرح برامج أكاديمية جديدة تتعلق بالأداء البشري ناقش مجلس الامناء اليوم العديد من المواضيع المتعلقة بالشؤون الأكاديمية والمالية والإدارية لجامعة البحرين واطمئن على كافة الترتيبات والاستعدادات الخاصة بهذا العام الدراسي وأيضا توزيع الطلبة والطالبات على الكليات كما وافق المجلس على اعتماد مسمى كلية العلوم الصحية والرياضية بعد أن قرر دمج كلية التربية الرياضية مع كلية العلوم الصحية وتقدم أيضا بالتهاني إلى القائمين على كلية العلوم لنتاج المشرفة والمتمثلة في حصول عديد من البرامج على الاعتماد وهذا أيضا يشكل إضافة لجهود جامعة البحرين للارتقاء بمستوى الخدمات الطلبية والبرامج الأكاديمية ترجمة نانسي قنقر